موسيقى وصفتنا الجاية بسيطة جدا مش محتاجة نسب كتير البرغل اللي هو ده زي ما وررتكم منقوع بالحليب لحد ما شرب وطري برضو بتحبوا زي يعني في ناس تحب الشعرية عليها لبن كتير في ناس تحب الشعرية عليها لبن أقل يرجع لكم تعالوا نبص عليهم أنا بسخنوا ونحط سكر نحليها برضو زي ما احنا عايزين السكر نحط كمية من السكر ونقلبوا تحبوا تخليوا قتقل شوية ممكن تحطوا شوية نشا تحبوا كده خفيف يعني بالضبط زي فكرة الشعرية بالسكر بس هو مش حيرمي نشا زي الشعرية قوي فممكن انه احنا هتقاطي عشان بس يلحق ياخد الحرارة ممكن نحط له نشا مع علاقة نشا مع اللبن الحليب على البارد ونحطها أنا هضيف له نهاردة مستيكة عايز اطحن المستيكة اخد ايد الهون ونطحن بس المستيكة اش هطحنها بالطرف ده اللي ببقى فيه طعم التوم نطحن المستيكة مع شوية سكر عشان تتحن كويس ونضيف نكهة المستيكة ونضيف نشا مع حليب ونضيف شوية نشا برضو مع شوية حليب قصوه ممكن برضو يكون بديل للرز بلبن بمعنى الرز برضو مش كومبليكس كاربس من النشويات السهلة الهو رز الابيض سهلة الهضم فممكن نعمل زي برغول بلبن وينات تعالوا هنا اضيفه بس دوبه كويس واجيب برضو مضرب سلك عشان بس اقلب اول ما اضيف الخليط ده على الحليب انا محضرتها بقي لفقرة التعذيب بس اشتبقوا عارفين لانه متحمسة لها جدا نضيف زي نتققله شوية بس تخيلين تعمقها تقل اول ما خلط شايفين البرغل متخيلين تعمل مستيكة مع الحليب وشوية سكر والبرغل المستوي زي فكرة البليلة برضو صح؟ بمصر بتعمله البليلة بالحليب البليلة بتبقى كده اللبن ببقى خفيف او كتير يعني عليها طيب اذا هي نفس فكرة البليلة يا جماعة هزود المستيكة دي ومحضرة فصدق حلبي ممكن تحطوا اي مكسرات بنفس الفكرة اللي اتيكم عليها اي نكهات مع اي مكسرات اهو انا مجهزة الطبق والمغرفة اين الطبق المغرفة والطبق ناخد شوية برغل عايزها تنهار الدسبلي ونجيب معلقة ناخد شوية اين الملعقة ناخد شوية تابولة جنبها على طول كده اكلة صحية لبتية صيامية مليانة الياف ندوق اكلة جدتي الاول تجنن انا بحب الفريكو وبحب البليلة وبحب الكنوة بحب الحاجات اللي بتبقى فيها الامحة زهرة فاكيد بعشق الاكلة دي غير انه يعني بحبها من تيتا تبولة بقى ساعات من غير وصفات منقول لا 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 خلينا بالوصفة التقليدية احلى دي طلعة تجند ودي برضو طلعة احلى واحلى بصوا دخلنا الالياف بالوقت نغرفها دخلنا الالياف والبرغل بوصفات يومية منها السلطة منها الاكلات اليومية دي وعلى فكرة البرغل بالطماطم ده رائع جنب المشاوي الكفتة المشوية والكباب المشوي فراخ مشوية دايما تسألوني جددلنا كده جنب المين ديش الرئيسي منعمل سايد ديش ازاي الرز ايه غير الرز والمكارونة البرغل رائع تحمسة برضو ادوء ده نحضرها طبق صغير نحضرها طبق صغير برضو تتقدم بكبيات صغيرة تتقدم زي ما انا بعمل كده وكل واحد يغرف في طبقه نضيف النار اذا النهاردة وصفتنا كلها للبرغل الحلقة موجودة على اليوتيوب على صفحة القاهرة والناس خلص كفاية الكمية دي نبعدها عن النار ونغطيها ونزوقها بالفصدق نضف الطبق علشان ندوء على فكرة قوامه طبعا حيتقلم ما يبرد شوية فما تخلهوش تقيل قوي هو على النار اين النار اصدق اي رأيكم اخد بقى انا من الحلقة ادوء ولا اخد منين اباوز ديسبلي لان اخد شوية من الحلقة اذا يا جماعة النهاردة بعيد على كل نساء الوطن العربي والعالم كل عام وانترنا بخير وتسعة عشر نوفمبر هو اليوم العالمي للرجل صح يا كنترول حفظ صح ان شاء الله منعيد عليكم مسبقا ومش هننسى ان شاء الله اليوم ده عشان ما نكونش متحيزات احنا دايما عادلات ومعتقات وحنعيد عليكم اليوم ده لا تقلقوا تعالوا نحط هنا شوية فصدق واخر اوعدكم فقر التعذيب مش اخر فقر التعذيب اخر فقر التعذيب النهاردة مش بالعموم ناخد شوية البرغل مع الفصدق مستكة مع الفصدق مع الحليب مع البرغل تجنن حلقاتنا كلها موجودة على اليوتيوب الاعادة ثلاثة العصر القاهرة وانا سنين ستة المغرب القاهرة والناس واحد وانا هاخد طبقي ده واستمتع فيه واقول لكم باي باي جربوا الوصفات كل حاجة متاحة والتجديد مطلوب في المطبخ اشوفكم بكرة وباي كل سنون طيبين موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة